على هذا الحال من الخراب لم تتعافى جدران مدينة الغيل من تشوهات الحرب ودمارها الذي طال كل شيء الحجر والبشر تقول الصور أو تكاد ووحدها ذاكرة المكان من تحتفظ بتفاصيل القصة كاملة كانت مديرية الغيل تمثل المعقل الرئيسي للفكر الحوثي وكان مديرية من المديريات الرئيسية التي يعتمد عليها الميليشيات الحوثية لم تمر الميليشيات من هنا فحص لقد كانت مديرية الغيل معقلخ الرئيس منشأ أفكارها الرجعية بمحافظة الجوف قبل أن يأتي موعد تحريرها من ميليشي الحوثي في الأول من أكتوبر من العام 2016 وسيطرت الشرعية عليها خرج أبناء هذه المديرية في العام 2014 خرجوا تاركين بيوتهم وأموالهم ومزارعهم تاريخ الذي شهدت فيه هذه المدينة غوجة نزوح جماعي لأكثر من 15 ألف نسمة بفعل الدمار الذي أحال المدينة إلى أنقاض تنتهي الحرب أو تتوقف لكن أثارها لا تزال شهدة على خراب كبير مر من هنا وبعد عامين من تحريرها من الميليشيات لم تجد مديرية الغيل من يلتفت إليها أو يرمي مخربها إنه الاندثار السحيق والصورة الأكثر تعبيرا عن تغريبة أهل الغيل وبعد عامين من تحريرها لأتزاله يدرانخ المثقوبة مفتوحة أمام احتفاء أبنائها المتواضع بذكرى تحريدها من الميليشيا ومطالباتهم المستمرة للحكومة الشرعية والمنظمات المانحة بإعادة إعمار هذه المدينة التي دفعت ثمن الحرب وتكلفتها الباهضة طالبهم بالنظر إلى هذه المديرية بعين الاعتبار وإعادة إعمارها وإعادة الحياة إلى هذه المديرية من الكهرباء ومن المياه ومن الصحة بانتظار من يرمي مخربها ويعيد إقاع الحياة إلى أزقتها وباحاتها هكذا تتراءى مدينة الغيل وتتحدث للزائرين فمن يصغي لتأوهات جدرانها المجروحة ويلم لمشتات أبنائها في مخيمات النزوح علي الجرادي قناة بلقيس الجرور